اه طيب احنا النهاردة المحاضرة كلها بازن الله ولغاية اخر الخصة هتبقى كلها عملي فاحنا طبعا احنا كنا عاملين في الايفنت ان احنا مطالبين ان احنا لازم يبقى على الجهاز بتاعنا برنامج ارد جائز يعني بس ايه يا ريت الكل يبقى جاهز بس من ساتح البرنامج الارد جائز معاش هنبتد نشتغل عليه شوية بشوية بالنسبة للشغل طبعا اشان الشغل العملي ما ينفعش نخلي الاسئلة كلها تبقى اخر محاضرة لان طبعا هيتراكم علينا الشرح فاحنا شوية بشوية كل ما نقول كم خطوة كده هنسيب مسلا من عشرة دقيقة او حاجة الناس تبتدي تجرب نفس التمرين اللي احنا عملناه مع بعض كلها ده على جهازه وبقى بقى وقت في الاخر خالص هنخلي الوقت ده للاسئلة الاسئلة بقى ابتداء من النهاردة هتكون عن الدرس اللي احنا شغالين فيه بس مش ده الموضوع الفاتي كده احنا مشان الموضوع الفاتي دي كانت منقشة عامة كده فاحنا كنا نتكلم في كل الموضوعات بس من النهاردة ايه يا ريت نخلي الاسئلة الاول عن الدرس اللي احنا نشغح عليه بس ولو تبقى وقت طبعا بقى نبتدي نفتحها لأي سؤال عين اه تمام كده هنبدأ الاول كده في العملي كنا اتكلمنا الموضوع الفاتي ان احنا عندنا كده ملف باسمه امكس دي الملف الامكس دي دوت هو الخاص او اللي بيخرجوا برنامج الارك ماب احنا اتفقنا من برنامج الارك جائس في اخر من انترفيس من ضمنهم برنامج الارك ماب تمام فالامكس ده الملف اللي بيخرجوا او الملف اللي بيحفظ عن طريق برنامج الارك ماب تمام احنا كده فاتحين معنا الارك ماب وفاتحين دوكمنت الامكس دي اسمي انتردكشن تمام طيب الاول الامكس دي ده فايدته ايه فايدته احنا قولنا ان الارك ماب دوت من احد الوظائف بتاعته ان هو بيعمل تسبلاي للداتا خلاص عن طريق ايه بقى عن طريق الامكس دي دوت تمام كده طيب الامكس دي ده بيحفظ ايه همنا بس نبقى عارفين ان هو بيحفظ السيمبولجي السيمبولجي بقى اللي هي الالوان اللي احنا اظهرنا بها الداة تمام طيب اه ليه بنقول ان الارك ماب هو اللي بيحفظ السيمبولجي لان الالوان دي مش بتتخزن على الداة بيز نفسها الداة بيز بتحفظ الداة الداة اللي هي ايه اللي هي الرأس واللي هي البيانات الوصفية اللي موجودة في الاتريبيوت كيب بس هو ده اللي بتخزن على الداة بيز طيب الحاجات الخاصة بالسيمبولجي اللي بيحفظها هو الامكس دوت يعني معنى ان احنا لو عملنا سيف للمكسي دوت. يبقى معناها ان انا عايز اخزن بتاعداتها ده بالالوان او بالسيمبولج اللي احنا زبطينه عليها. تمام? طيب. اه لو جينا بس اه يعني احنا مش عايزين بس نطول في الحتة دي عشان احنا عندنا درس تانية هيبقى اهم من الكلام ده. تمام? احنا عايزين بس نعرف دلوقتي احنا عملنا ازاي المكسي دوت. الموضوع ببساطة احنا نفتح برنامج خلاص يبقى اول خطوة ان احنا بنفتح برنامج الارك ماب. طيب لو انا هنزل الداتا الاول مرة يبقى انا بستخدم حاجة اسمها add data. طيب لو انا بفتح mxd كان معمول يبقى انا بعمل حاجة اسمها open. يبقى انا دلوقتي اول ما بفتح من الارك ماب الاول مرة خالص بعمل حاجة من الاتنين. اما انا بفتح mxd كان معمول مسبقا فساعتها انا هفتحه عن طريق open. وهروح اعمل براوزنج اجعل mxd اللي انا كنت عامله زي ما انا عملت كده دلوقتي. وكده هو هيفتح لي document mxd كان معمول مسبقا. هيحفظه ايه? هيحفظه بنفس البيانات اللي انا كنت عملت لها add fee وبنفس الsetting بتاع الستنبولج ان انا حافظ بي document ده. خلاص. خلاص يبقى كده هو فتح لي mxd مسبقا. كان معمول واحنا كنا عاملينه حفظه. طيب ايه الابشن التاني? انا الوقت هعمل new. اللي هو هرجع تاني كاني فتحت برنامج لأول مرة. خلاص? ايه الابشن التاني بقى? الابشن التاني ان احنا هعمل add data. وهروح عامل على مكان الاتابيس اللي احنا كنا اا اللي انا عايزة استارد بينها الباني. خلاص? احنا المفروض ان الاتابيس بتاع ايجي بتبايا اهمام دي. انا اا يعني حطناها في الميتنج المرة اللي فاتت على اسف ان انتم تعملوها هسايف عندكم في الكمبيوتر عشان يستخدمها المرة دي. فياليت برضو. اه اه. самого العشيو السيطرة. اه 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 سفر ايه. اه 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 صفور. اوكي. شير للتاني مش للجديد. طب اول من اول open برضو? لا 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 لا. طيب احنا الوقت يفتحين كده الارك ماب اه نيو نيو ارك ماب ديت. خلاص الابشن التاني زي ما اتفنا ان احنا هنعمل اداتا. خلاص? المفروض يكون معنا الاتابيس دي اللي هي اسمها ايجيبتي باز ماب عشان هو ده التمليل اللي هنشتغل عليه النهارة. فاللي ما كانش عامل لها سيف على الجهاز عنده من المرة اللي فاتت يا ريت نعمل لها سيف عشان ده التمليل اللي هنطبق عليه. خلاص? فانا كده بفتح الاتابيس دي الاول مرة فهبتدي افتح الاتابيس. اهي دي الاتابيس عامل لها دابل كليك. بعدين هفتح حاجة اسمها داتا سيت. عامل لها دابل كليك وهبتدي ادخل. كده احنا بنستار او الموجودة قدامي. طيب. هبتدي انا ازلهم ازاي? هستخدم من الكيبورد عندي الكنترول والشم. شفت دي لو انا هسيلكت اول حاجة. مع اخر الحاجة يبقى انا بسيلكت كل ده بالترسيل. طيب كنترول بتعمل ايه? بتعمل متفرج. انا الوقت هيدوس كنترول من الكيبورد. كده انا بدوس على اللير او بختار اللير بشكل متفرج. تمام كده? طيب احنا عايزين نختار بعض اللير. يبقى انا هعمل سيلكت بكونترول. هختار اللير دي. تمام? واعمل لهم ايه? طيب ايه بيحصل بقى? كده البرنامج ابتدى يعرض لي اللايرز والداتا اللي موجودة في اللايرز دي. بس بيعرضها بشكل بيديها سيمبل واي ديفولت كده مفيهوش يعني شغلي كتير كده بحيز بس ان انا عيني تقدر تميز الداتا من بعضها. اكيد لازم يعرضها بالوان مختلفة. لحين بقى لما انا انا اغير السيمبولجي للالوان او للشكل اللي احنا عايزين لي. طيب السمبولج ده فايدته ايه? ده بيساعد في ان انا بعرف بيه البيانات بتاعتي. طيب افرض ان انا عايز اخرج ال data دي. في صورة لايه اوت? يبقى السمبولج ده بنسبة لي خطوة مهمة جدا. ليه? لان انا بنتج الى حد ما الحريطة بحاجات standard شوية. فاعرض مسلا ابتدي اعرض المسطحات المائية مسلا بدراغات الازرق. ابتدي اعرض الحاجات الاودية مسلا او السهول بالدراغات الاخضر اه وهكذا ابتدي اعرض مسلا المرتفعات بالدراغات البني وكده. تمام? طيب ابتدي اغير السمبولج ازاي? مسلا دي شكلها هو الاول بيبتدي يعمل ترتيب بمعنى ايه? بمعنى ان هو لازم الاول. الاول ما بعمل ادل بيحط اللير اللي نوعها في الاول. ثم اللاين ثم طيب ايه الهدف من الموضوع ده? الهدف نسبة التغطية بتاعت البوليجون دي دايما بتبقى اكتر من نسبة تغطية اللاين والبوينت. البوينت معروف ان هي معبارة عن نقطة مش هتغطي. غير الجزء سواير بس. لكن البوليجون ده دايما لو هو بقى في المخدمة يعني بقى هو الترتيب اللي فوق هيخفي كل الدر. بداي اللي على كده لو انا عملت سيليكت للليير دي مسلا. وعملت لها تبقى اول حاجة في الترتيب احنا ما بقيناش شايفون كل الليرز اللي موجودة في نفس المكان تحتها. يبقى انا باخد اللير دي بعمل لها ترتيب حسب نسبة التغطية بتاعتي. دايما نخلي البوليجون هما اللي تحت. وبعدين اللاين فويها وبعدين البوينت هي اللي تبقى بقى خالص. تمام كده? طيب يعني بتدي ناخدهم بالترتيب كده. ونبتدي نعمل يشابه الام اكس دي المسبق اللي احنا كنا عاملين اللي هو لها. تمام? احنا عايزين نعمل حاجة قريبا من كده. فهبتدي اعمل دابل كليك على السيمبول ده في اللير بتاعت السيتي. وهختار مسلا ان هي تظهر بشكل سيركة. ولونها مسلا هيكون مو. والسايز بتاعها تمام. ودوس انتر او اوكي. فيبتدي الداتا بتاعتي تظهر بشكل السيمبول اللي احنا اختارناه. طيب الترو احنا عايزينها مسلا تظهر بالسيمبول دايب. انا هعمل دابل كليك هنا. واختار اللير دي. هاختار السيمبول جدا وهقول اوكي. تمام? طيب البحار. عايزين نختار حاجة قريبا من دراجات الازرق. فهنختار ده الاوتلاين عشان الاوتلاين بتاعه اسود وهبتدي من هنا. عندي امكانية ان انا غير اللون. تمام? فاخترت دراجة من دراجات الازرق. وهقول اوكي. طيب البحيرات. هي البحيرات مش باينة عشان بس هي المساحات بتاعتها صغيرة. لكن لو عملنا زوم عند المكان اللي فيه البحيرات هنشوف. هي ظهرة باللون البيج ده. احنا هنعمل دابل كليك. ونختار سيمبول مناسب للمساطعات المائية. زي ده مسلا. نقول اوكي. فهدي بتدي تظهر فعلا باللون ده. طيب المنخفرات. نعمل دابل كليك. نختار مسلا السيمبول ده. نقول اوكي. طيب. نهر النيل. نهر النيل مفروض ان ده ما كانه. تمام? طب هو ليه مش ظاهر? هو مش ظاهر عشان هو في الترتيب تحت حدود المحافظات. تحت اللير بتاعت حدود المحافظات. اللي هي دي. تمام? فلو احنا اختينا اللير هنبتدي نشوف نهر النيل. طب بس احنا مش عايزين نخفر اللير. فهناعمل ايه? بقى الحل ان احنا نعمل اعادة ترتيب للليرز بتاعتنا. ونخلي اللير بتاعت نهر النيل هي اللي من فوق حدود المحافظات. فايبتدي يزهر عائب دي. طب لو حبنا نغير السيمبول بتاعه. خليكن هنختار دي سيمبول ده. تمام? طيب حدود المحافظات مسلا. بظهرها بلون خاتح شوية. وهتبقى باللون ده. طيب حدود الجمهورية هي نفس الامتداد بتاعه حد المحافظة. يعني مسلا لو احنا بكل اللير فتحنا حد الجمهورية هنه ايه هو بالزبط نفس الامتداد بتاع اللي موجودة في حدود المحافظات بس كلهم مندمجين مع بعض في اللير بتات حد الجمهورية. طيب لو فتحت اه لو لو حطيت حد الجمهورية فوق انا مش هشوف حد المحافظة. ولو نزلته هو تحت يبقى انا مش هشوف حد الجمهورية. طيب ايه الحل? انا بقى تيجي اهمية السيمبولجين ده انا اختار اختيارات مزبوطة عشان اعرضت بتاعتي بشكل سليم. طيب ممكن احلها ازاي الموضوع ده? حاجة اسمها هولو. هولو يعني ايه? يعني بوليجون يظهر بشكل الاوتلاين بس بدون لوم من جوه. وهبتدي اقبر بتاعي الاوتلاين بتاعي. مسلا يبقى كده. وهقول اوكي. فكده تبتدي تظهر. حد اللير بتاعت حد المحافظة واللاير بتاعت حد الجمهورية. خلاص? كده انا الى حد ما عملت آآ سيمبولجي آآ بشكل مبسط لليج دي بحيث ان هي تتعرض او يتميل لها عندي على طيب عايز احفظ الكلام ده كله هاحفظه ازاي? هعمل للمكان ده. وهبتدي مسلا اعمل على مسلا وهسميه. عايز طبعا تضير الاسم هتبتدي تحط الاسم اللي انت اللي انت عايزه وتختار من هنا البص اللي انت هتخزن عليه الام اكس دي ده وتعمل سيف. خلاص كده احنا كده بتدينا نحفظ ادي اهو بقى سمناه ام اكس دي بقى احنا كده دلوقتي معانا ام اكس دي محفوظ جاهز ومحتفظ باللاير دي وبالترتيب بتاعها ومحتفظ كمان بالسيمبولجي بتاعها. طيب لو بحيث يعني معنى كده ايه ان انا لو جيت ابتدي اعمل قادل اللير دي في ارك ماب جديد مش هتنزل بالالوان دي هتنزل برضو بالالوان الديفولت اللي البرنامج بيفترضها عشان يعرف بيها البيانات. يبقى ازا الالوان دي وترتيب اللير بالشكل ده اللي هيحتفظ بيها بس هو الام اكس دي. يعني لو فتحت الام اكس دي ده فقط لغير هو اللي هشوف بيه البيانات بشكل ده. تمام? هي موجودة قريلي على البيانات نفسها موجودة على البيانات لكن طريقة العرض بتاعتها الحاجة الوحيدة اللي هتحفظها لي هي برنامج هي برنامج الارك ماب في شكل الماب ديكمنت او الام اكس دي فقط لغير. تمام كده? احنا ممكن نوقف شارحة على الحتة الصبيرة دي والناس تقرب تعمل ام اكس دي بسيط دي اللي احنا عملناك كده. عشان ممكن هندخل بعد كده في حاجة جديدة. طيب يا جماعة يلا نبدأ تاني كده. المفروض ان احنا خلاص كده طبقنا التمرين بتاع الام اكس دي. نبتدي ندخل في الدرس اللي بعده. ازاي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا عشان نعمل مشاريع جاي اس احنا بنمر باكتر من مرحلة. كنا ابتدينا وقلنا ان احنا او المرحلة ان احنا مرحلة تجميع البيانات ان احنا بنجيب المصدر البيان اللي احنا هبتدي نرسم منه وندخل منه البيانات. وبعدين تاني مرحلة بنبتدي نعمل الديو ريفرانس للصورة الفضائية او للسكان ماب. بس احنا هنعدي الخطوة دي نظرا لان اغلب المشاريع دلوقتي بتشتغل على ساتيلايت امج. والساتيلايت امج دايما اللي الشركة اللي احنا بنشتغل فيها بتبقى موفرنا الصورة بالتعريف بتاعها. التعريف بتاعها يعني ايه? يعني الارجاة الجغرافي. يعني كل الصور اللي احنا الفضائية اللي احنا بنرسم عليها او الاسكان ماب او الحرارات اللي احنا نشتغل عليها لازم تكون لها ارجاع جغرافي قبل ما نبتدي ننشئ الداتا بيز او ما او نبتدي نرسم او نعمل ديشترايزنج عليها. ليه? لان احنا اتفقنا ان احنا كل البيانات اللي احنا نتعامل معاها في بيئة الجائس هي بيانات لها لوكيشن. فما ينفعش ان انا ابتدي اعمل ديشترايزنج غير لما يكون الدياتا بيز بتاعتي متعرفة او معمول لها ارجاع جغرافي والخريطة او السورة الفضائية اللي انا بشتغل عليها لازم هي كمان تكون معمول لها ارجاع جغرافي. تمام? دي خطوة اساسية جدا. لكن في الاغلب في بيئة العمل يعني من احنا خلاص الشركة اللي احنا نشعل فيها هتوفر لنا السورة الفضائية وتبقى جايلنا متعرفة جاهزة. تمام? طيب. الخطوة اللي بعدها ان انا ابتدي انشئ قاعدة البيانات او الدياتا بيز. ليه? لان كل الرسم اللي انا هعمله او كل البيانات طبعا كل الكلام ده احنا قلناه المرة اللي فاتت في النظر. طيب الانترفيس اللي بيبتدي ينشأ من خلاله الدياتا بيز او ان انا بقى اقدر اعمل من خلاله كريات للجيو داتا بيز بتاتي هو الانترفيس اللي اسمه اركي كتالو. تمام? يبقى انا لما احب انشئ او اعمل اي حاجة في تصميم الدياتا بيز يبقى انا بقى اتعامل مع البرنامج الارك كتالو. لما احب اعمل ديجي تايزنج او 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 اتخل البيانات او جيو ريفرونس او تسبليل البيانات او لاي اوت كل الحاجات دي انا بتعامل فيها مع الارك ماب. تمام? يبقى احنا لما نيجي تاني لما اجي اعمل ديزاين للداتا بيز كل الادوات المسؤولة عن تصميم الجيو داتا بيز بتاعتنا بتتم من خلال الارك كتالوج. طب يجي من العرك كتالوج بيفتح بتطريق تيه. إما ان انا بفتحه من جوسه الارك ماب زي ما احنا بنعمل دلواتي انا كده فتحت برنامج الارك كتالوج. ده برنامج الارك كتالوج بس لما بيفتحه من جوسه الارك ماب. تمام كده كده هو الويندو لوحده. خلاص انترفيس لوحده يعني يبقى هو الانترفيس مالي الشاشة كله لوحده. تمام كده? خلينا طبعا الفرق بين الاتنين. هو ما فيش اي فرق تماما اللي انت هتعمله من الارت كاتالوج وهو بانترفيس لوحده وهو هو بالزبط نفس اللي هتعمله بالارت كاتالوج وهو مفتوح جزء من الشاشة من الارت كاتالوج. ما فيش اي اختلاف. فمش تفرق معنا خالص ان احنا نعمل تصميم للداتا بيز دلوقتي من هنا او من هنا. تمام كده? طيب اول حاجة بيعملها الارت كاتالوج انه هو بيعمل براوزنج للداتا. يعني ايه براوزنج للداتا? يعني ببتدي مثلا احنا كده الوقت على الديسكتوب. ببتدي بقى هفتح فولدر اسمه ايجيبت بازماب. هفتح منه الفولدر ده انا كده وصلت للداتا بيز هبتدي افتحها. احنا كده باسمها بنعمل براوزنج تمام? ده غير طبعا المهمة الاساسية بتاعته اللي هي الكادية الجاوداتا بيز وهي اللي هنتكلم علىها كمان شوائيا. طيب ايه هي محتويات الدااتا بيز? الدااتا بيز بتحتوي من الايكون دي اللي هي السطوانة اللي هو النهار ماضي دي معناها انه دي الجاوداتا بيز بتاعينا. الجاوداتا بيز دي الكنتيرر اللي شايل لالحاجات اللي احنا نقوم عليه. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بيندرج من تحت اللي انا عمل عليها click دي اللي هي اسمها ايه feature data set يبقى الكبيرة اللي فوق هي اسمها ايه geodatabase اللي الاكسنشن بتاعها mdb او gdb يعني عندي نوعين من database اما mdb اللي هي personal geodatabase او gdb اللي هي file geodatabase تمام؟ مش هنتطرق في التفاصيل دي دلوقتي لكن اللي انا اعرف ان انا اول ما اشوف الاستوانة الرماضي دي اعرف ان احنا كده مسكين geodatabase طيب ال geodatabase دي بتحمل جواها ايه؟ بتحمل جواها حاجة اسمها feature data set اللي هي الرمز بتاعها لتلات مربعات اللي فوق بعض دول خلاص؟ طيب feature data set هي اللي شايلة ايه بقى؟ هي اللي شايلة layers او بنسميها جوا بيئة الarch js اسمها feature clauses تمام؟ اللير ده اللي هو المفهوم الدارج او المفهوم العام لان احنا في الjs نتعامل زي ما اتفقنا نحن نتعامل مع layers او طبقات بس هي اسمها جوا برنامج الarch js اسمها ايه؟ اللي يكافئ اللير ايه اسمها feature clauses تمام كده؟ يبقى تاني انا كده احنا كده مسكين ايه؟ مسكين geodatabase بيندرج من تحتها حاجة اسمها feature data set بيندرج من تحت feature data set كل واحدة من دول اسمها feature clause او layer تمام كده؟ طيب وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتشيل coordinate system بتاع layers اللي بيندرجوا من تحتها يعني ايه؟ يعني feature data set دي لو كد انا ضبطتها ان هي هتبقى الارجاع الجغرافي بتاعها UTM WGS84 يبقى خلاص كل layers اللي موجودة جوا feature data set دي كلهم لازم يبقوا WGS84 تمام كده؟ او لو انا ضبطتها UTM يبقى كل feature clauses اللي هيبقوا تحت feature data set دي هم تمام لازم يبقوا UTM تمام كده؟ هيبقى feature data set دي ووظيفتها ايه؟ هي اللي بتشير coordinate system او الارجاع الجغرافي لكل الطبقات المندرجة من تحتها تمام كده؟ طيب اللي بيعمله بقى الارك الاركاتالوج هي بيعمل preview مش display preview يعني ايه؟ يعني انا لو عملت select دلوقتي على اللير دي وفتحت التاب اللي اسمع preview احنا كده دلوقتي شايفين layer البوند هي دي نفس الdatاباس اللي احنا كنا فتحينها من الاركاتالوج وعملناها الامكس دي تمام؟ احنا دلوقتي شايفينها من جوه الاركاتالوج فلو انا جيت دلوقتي عملت select على اللير بتاعت ال city فبقيت شايفيني الاودية طب لو عملت على اللير بتاعت البحار فبقيت شايف المحتويات او ال data اللي متخزنة في اللير بتاعت البحار طب البحيرات نفس الكلام طيب حد خد بالو من حاجة ان كل اللير بتظهر بنفس السيمبولجي يعني ايه؟ يعني اي layer point هتظهر بالشكل ده اللي هو السيمبوكسة السودة دي تمام؟ ادي layer من نوع point بس layer تانية برضو ظهرت بنفس الشكل طيب اللير البحار دي polygon فظهرت بالشكل ده زيها زي البحيرات برضو ظهرت بنفس السيمبولجي زيها زي حدوم محافظات مفيش اي تغيير اي layer polygon هتظهر بالشكل ده طبعا انا في الاركاتالوج باعرف اعمل زوم اين وزوم او تعالي تمام كده طيب ال line اي line هيظهر بالشكل ده خلاص كده طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان ما فيش حاجة اسمها سيمبولجي في الاركاتالوج احنا بنشوف احنا كده بنعمل preview اعارض بسريع للبيانات اللي موجودة عندي طب لما احنا بقى سيمبولجي واشوف طبعا احنا هنا برضو بنشوف كل واحدة حيما افتح اكتر من layer مع بعضه زي ما احنا شايفين كل ما بعمل سيلكت على layer هي اللي بتظهر والبقين بيختفهم بعكس الاركي ماب الاركي ماب انا كل layer اللي انا نزلت لها او عم تلقيت على الاركي ماب شوفتهم كلهم مع بعض والبرنامج حتى باي دفولت اعرض كل layer فيهم بسيمبولجي مختلف عن الثانية استحالة يحصل ان هو يعرض اثنين layer بنفس السيمبولجي زيت كمان ان انا قدرت اتحكم في السيمبولجي وغيره حسب ما احنا عايزين تمام كده كل التغيير في السيمبولجي والترتيب بتاع layer وعرضوهم كلهم مع بعض ده بنسمي display طيب لو انا حبيت اعمل display للداتا يبقى انا بروح على برنامج الاركي ماب اوكي الاركي ماش مهمته ان هو يعمل display هو فقط بعمل preview بس عرض سريع كده للداتا اللي عني لكن مهمته الاساسية هي design او التصميم في الdatابيس تمام كده يبقى لما حب بعمل سيمبولجي ودسبيلي انا مفتحش الاركاتالوج انا بروح للارك ماب هي دي مهمته طيب لو انا دلوقتي بعمل تصميم للداتا بيزي بقى انا بروح للاركاتالوج وهو بالمرة بيعملي preview سريع للبيانات او للايرز الموجودة عندي طيب هو دلوقتي زي معارض الرسم او الجيومتري بتاع الدياتا اللي في اللير دي احنا كمان نقدر نعرض الـ description او الـ attribute table او البيانات الوصفية اللي متخزنا لنفس اللير ازاي؟ احنا الوقتي الـ preview بتاعنا متضبط على Geography Geography يعني بيعمل ايه؟ يعني بيعرض الـ Geometry او الرسم طيب لو حبينا نستعرض الـ attribute table يبقى انا بدوس في المكان ده وبختار table فيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يعمل preview للـ attribute table اللي مخزن مسبقا لللاير دي طيب الكلام ده كله تعمل ازاي؟ احنا لسه معرفنش الحياة دي تعملت ازاي؟ كل دي داتا معمولة جاهزة احنا لسه بنيتدي بس نشرح عليها لكن احنا لسه ما تعلمنش اصلا للحاجات دي كلها تعملت ازاي؟ خلاص كده؟ ده كده عرض سريع للاول حاجة بيعملها الـ arc catalogue احنا لسه ما دخلناش في الـ design بتاع الـ database ممكن برضو نقف مثلا 8 دقائق كده او حاجة بحيث الناس تبتدي تصارد الـ data من خلال الـ arc catalogue زي ما انا عملت كده قبل ما ندخل في ازاي احنا صممنا اصلا الـ data base دي زي ما انا عملت كدهcie اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب يلا كمان نشتغل تاني مهمة نشتغل بها في الارك ماب في الارك كاتالوج هي ازاي نعمل كرياشن للجيو داتا بيز بتاعي قبل ما نبدأ نعمل كريات للجيو داتا بيز لازم ابقى اعرف انا بعمل ديزاين للداتا بيز شكلها ايه يعني ايه نوع المشروع بتاعي ايه شكل البيانات اللي احنا اللي العميل عايزها ايه شكل الساترات الامج اللي انا اشتغل منها وبناءنا عليه هبتدي اعرف اعمل ديزاين للداتا بيز هعرف الايه اللي انا اشتغل بيها ايه البيانات الوثقية المطلوبة مني وهكذا هيا نقول ان احنا هنعمل بشكل مبسط كده ديزاين للداتا بيز مناسبة للرسمة على الصورة الفضائية دي طيب ايه يا مكونات الصورة الفضائية زي ما احنا شايفين بتحتوي على شوائره بس كده يبقى احنا دلوقتي هنعمل اول لير معنا اللير بتاعة الروض طيب نوعها ايه نوعها لين احنا اتفقنا ان الثلاثة اشكال الرئيسية للجيومتري هما يا لين يا بوينت يا بوليون تمام? احنا دايما نستخدم آآ آآ اللاين للتمثيل في الشوائره اوكي كده يبقى انا كده بتادي تقرر ان انا هيبقى معايا اول لير هتبقى اسمها رود وهتبقى نوعها لين طيب ايه البيانات الوصفية اللي احنا عايزينها او محتاجينها لل لير بتاعة الروض تمام? يعني ايه الاتريبيوت تيب والبتاعة هيبقى شكل عامل ازاي? طيب فنفترض مسلا ان احنا اكيدا عايزين اسماء الشوائر يعني اهم حاجة دايما في الشوائر ينهزين يبقى معايا المعلومة بتاعة اسم الشارع خلاص يبقى انا كده قررت ان انا هعمل فلد او حق اسمه النام اوكي هو ده اللي هبتدى خزن فيه البيان بتاع اسم الشارع تمام كده? طيب انا محتاج اعرف ايه تاني عن الشارع مسلا محتاج اعرف الويتس بتاعه عرض الشراء قد ايه? يبقى انا كده قررت ان انا هيبقى معايا فلد كمان في التابل بتاعي اسمه ويتس عشان اعمل فيه ايه? عشان اكتب فيه الرقم بتاعه عرض الشارع طيب محتاجين ايه كمان محتاجين النوع بتاع الشارع يعني هو شارع رئيسي شارع فرعي اه حارة ما ده احنا محتاجيني المعلومة دي يبقى انا كده خلاص بنا انا عليه كرار ان انا هيبقى معايا فلد تاني فلد بتاعة الروت بنقول فلتايب بتاع الشارع عايز مسلا اعرف السرعة المرورية قد ايه? يبقى انا معايا فلد كمان في التابل ده عن السرعة المرورية. تمام? طب الماتيريال بتاعة الشارع. الشارع ده مسلا اسفلتي ولا شارع ترابي ولا ايه بالزبطي. بقى انا خلاص هعمل فلد كمان في اللير بتاعة الروت عشان اكتب فيه الماتيريال بتاعة الشارع. وهكزا. تمام? يبقى دي كده انا دلوقتي قررت او تخيلت كده في فني ايه المفروض بتاع اه اللير بتاعة الروتز. تمام? طب اللير التانية المطلوبة احنا دلوقتي دلوقتي جو مدينة يبقى انا دلوقتي معايا اللير التانية البلدنج او المباني. خلاص? طب البلدنج دي هامسل لها بشكل ايمي Reading هامسل لها فيشكل Pollyon. Pollyon ده هو ايه اللي هو المضلعات اللي هي بتاعت مساحة. يبقى انا لازم هامسل المباني دي على شكل Pollyon عشان على اقل اعرف المساحة بتاعك. طيب ايه البيانات الوصفية? اللي انا محتاجها عن اللي ايه بتاعة? محتاج مسلا اهم حاجة رقم المبنى. تمام كده? يبقى انا هعمل في التيبل عشان هحط فيه البيان بتاع رقم المبنى. محتاج اعرف مسلا عدد الادوار. يبقى انا معايا فلد تاني هحط فيه الرقم بتاع عدد الادوار. محتاج اعرف الارتفاع. يبقى فلد تاني هحط فيه الرقم بتاع الارتفاعات. فلد مسلا للاستخدام. يعني المبنى ده استخدمه ساكني ولا تجاري ولا صناعي ولا ولا اداري. يبقى انا كده معايا كمان فلد تاني فيه النوبة. جيد رديق متوسط يبقى انا كمان معايا فلد تاني باتكلم فيه عن حالة المبنى. ما كزا. بدي كده تاني لير. طيب واحنا ماشيين برضو. لقيت جوه المدينة بتاعتي خط سكة حديد. دفقنا من المرة اللي فاتت ان انا هافصل ما بين خط سكة الحديد والرود مع ان الاتنين بالنسبة لي عبارة عن طرق والاتنين بس البيانات الوصفية اللي هحتاجها في الريالوي هتختلف عن البيانات الوصفية اللي انا هحتاجها في الروت. يبقى كده بشكل ده لازم افصل كل واحد منهم في لاير. يبقى انا كده بتكلم ان انا معايا لير تالتة اسمها الريالوي هتبقى نوها ولائن عشان ابتدى ارسل فيها الخط بتاع السكة الحديد دوت. طيب هاتكلم في layer ايه كمان المفروض يبقى معانا layer اسمها لاندو مارك اللي هي لعلامات الارضية المميزة برضو اتفقنا من المرة اللي فاتت ان دايما في المشاريع اللي هي بتبقى عبارة عن تخطيط مدن لازم يبقى معايا layer اسمها لاندو مارك اللي هي في اللي هي زي البنوك زي الجوامع زي مسلا سوبر ماركت لإسام الشرطة كل دي من نسبة لي علامات ارضية مميزة طيب بمثلها بايه بمثلها بشكل بتوع فوق البلدنج تمام يعني ما ينفعش هلاقي في لاندو مارك في وسط الشارع لا اللاندو مارك دي بتبقى اوبرلاب فوق بتاع البلدنج ليه عشان امايز اقول ان البلدنج ده عبارة عن لاندو مارك طب ما خلاف اللاندو مارك هو ايه عبارة انا اكيد عن مبنى سكني يبقى المبنى اللي مش سكني في الغالب هيبقى عليه بتعبر عن اللاندو مارك ايه نوها وايه اسمها خلاص يبقى انا كده قررت ان انا معايا layer اه نوها بوينت هيبقى اسمها لاندو مارك ايه الفلدات المطلوبة فيها ايه محتاجين فيها اسم لاندو مارك نفسها وفلد تاني عن نوع لاندو مارك تمام كده طيب انا دلوقتي كده قعدت اتفرض على الصورة الفضائية بتاعتي طبعا الشكل زي بتاع الداتا بيز ده بيبقى فيه كده اجتماعات بين الشركة وبين العميل عشان احنا طبعا من العميل ايه بتطلبات المشروع بتاعته هبتدى فهم ان هو عايز يعمل ايه وابتدى تعمل الكلام اللي هو الهولي او الحاجات اللي هو عايزها شكل الديزاين للداتا بيز تمام كده وليكن ان هو ده شكل ديزاين اللي انا اتفقت عليه مع العميل تمام هتدى نفس بقى هنفس لين يبقى انا بفتح برنامج الارت كاتالوج ليه هو اللي بيتعمل فيه ديزاين بتاع الاتابيز. عشان كده يبقى ابتدى اروح لبرنامج الار كتالو. عشان ابتدى انشئ قاعدة البيانات الجديدة او داتابيز بتاعزي. خلاص هنبتدى نقفل الفولدر ده. وعلى الديسكتوب مسلا هنعمل فولدر جديد. نسان مي تست. تمام كده. يبقى انا كده دلوقتي روحت على الار كتالوج على الديسكتوب على سبيل مسال طبعا كل واحد يقدر ينشئ الفولدر في المكان اللي هو عايزه على الهارت بتاعه. وسمينا الفولدر بتاعنا تست اتنين وعشرين. اه تمام كده? طيب. قبل ما نقع في الغلطة الاكيد في الموظم يعني هيقع فيها. ايه الفولدر كونيكشن ده? احنا لما بنسطب البرنامج الارت جايس لأول مرة على الجهاز بتاعنا. ما بجبتاش شايف بارد. تمام? فبتدعمل ايه بقى? ببتدعمل الفولدر كونيكشن. يعني ايه? انا لو عملت جده على فولدر كونيكشن دي او من الايكون ده. اللي هي اسمها كونيكتد فولدر. هبتدعمل كونيكت مثلا. على الدرايف. سورين. على الدرايف ال اي. تمام كده? فلما عملت كونيكت على درايف ال اي? تده يظهر معي جوه برنامج الارت. معي في الارت كاتالوج يعني الحاجة اللي انا عملت لها جوه الارت كاتالوج. قريدي هتظهر معي في الارت ماب. والعكس. يعني لو عملت من جوه الارت ماب قريدي الحاجات اللي عملت لها هتظهر معي في الارت كاتالوج. تمام كده? طب لو انا مش عايز الدرايف ده يظهر معي. هبتدعملو. رايت كريك و ديس كونيكت فولدر. او من الايكون دي. ام هي هي. فلو عملت ديس كونيكت فولدر. خلاص انا ما بقيتش شايف الدرايف بتاع اي? طب لو انا عملتك. فولدر كونيكشن. مثلا. من جوه السي. على البروجرام فايل. يبقى ما بقتش شايف. من درايف السي كله غير الفولدر اللي اسمه بروجرام فايلز. تمام كده? انا كده المره دي انا مش شايفين الدرايف بتاعي السي به كامل احنا شايفين مانو الفولدر ده بس. تمام؟ بغض النظر ان الفولدر ده هاي لو بيع لو جوه ملفات ينفع تتفتح على برنامج ar skyis. فالو ف هبتدي لو فتحت الفولدر لجوه. هبتدي چوفي الملفات اللي ينفع بس تتفتح باستخدام برنامج ar skyis. تمام؟ اما لو محتويات الفولدر ده دي فيها ملفات تانية ما بتفتحش جوه برنامج ar skyis فانا مش haشوف الفولدر وهفتحها لقيه فوضي. تمام كده? طيب انا ليه بقول الكلام ده? عشان الناس اللي هتبقى مسطابة بالنمج الارك جايس لأول مرة الجايس بتاعها مش هتشوف عندها الديسكتوب زي عندي. تمام? لازم بتعمل ايه من الاول تعمل نكسد فولدر? وتبتدي تعمل كريك على الديسكتوب لو هي طبعا عايز تعمل التمرين وتخزينه على الديسكتوب وتعمل اوكي. فكده هيبتدي الديسكتوب يظهر عندها في الارك كتاب. تمام كده? طيب. دي برضو نقطة مهمة كان لازم اقولها عشان الناس اللي نسطابة اول مرة ما تعاش فيها. طيب معنش نسيب. التلات دايب الظبط الناس تعمل كونكتر فولدر عشان ما ما يتغوش مني قبل ما نبتدي ندخل في ازاي نعمل ديزاين للداتابيس. التلات دايب الظبط. خلاص كده احنا ابتدينا. قلنا ان احنا اول يكن ان انا هعمل البروجيك بتاعي على الديسكتوب. وابتديت ان انا جوة ديسكتوب عملت نيو. واخترت نيو فولدر. وسميته تست اتنين وعشر. تمام كده? طيب. على الفولدر اللي احنا انشأناه على الديسكتوب هبتدي هو كمان نعمل من عليه رايت كليك. نيو. خلاص اغلب شغلنا في الكريشن هنعمل رايت كليك ونعمل نيو. هبتدي اعمل ايه بقى? هبتدي انشئ من الكبير للصغير. يعني ايه? يعني احنا اتفقنا ان اكبر حاجة عندنا في في الارت كاتالوج هي الجيو داتابيس. الجيو داتابيس دي جواها حاجة اسمها فيتشر داتا سيت. والفيتشر داتا سيت دي جواها الفيتشر كلاسيز. تمام كده? فانا وانا بنشئ او بعمل ديزاين للداتابيس ببدأ من بره لجوه. يعني ايه الكلام ده? يعني هبدأ الاول اعمل نيو جيو داتابيس. اوكي? يبقى انا هيجي على الفولدر. نيو جيو داتابيس. هيزار قدامي اختيارين. انت عايز تعملها فايل جيو داتابيس ولا بيرسنال جيو داتابيس. هختار ان احنا نعمل بيرسنال جيو داتابيس. تمام كده? طيب هسميها ايه? هسميها تست. تست. اندرسكور كايل. خلاص? ليه اندرسكور? لان الصوفتوير عندنا ما بيقبلش سبيس. في اما عندي حاجة من الاتنين. بين كل كلمة والتانية اعمل اندرسكور مش سلاش مش داشت. لازم اندرسكور. تمام كده? هاي دي الحاجة الوهده اللي بيقبلها. ياما الزق كل الكلام في بعضه ما عملش سبيس يعني بس بداية كل كلمة اعمل مسلا الحرف بتاع كابيتل. خلاص? يبقى البنمج بتاعنا ما بيقبلش سبيس في اي شكل من الديزاين. يعني الكلام ده هيسري. يعني وانا بعمل ديزاين للداتابيس. يعني وانا بنشق داتابيس. او بنشق layer. او بنشق feature data set. او بنشق field. كل الحاجات دي ما بتقبلش سبيس. تمام كده? طيب برضو قبل ما انسى من الحاجات اللي احنا نحاول نتجنبها شوية في التعامل مع بلنامج الارك جايس. اه اتجنب في الحاجات اللي فيها الديزاين. الديتابيس. ال feature data set feature class. لحد ما اتجنب العربي. يعني احيانا بيعمل مشاكل. فاتجنب ان انا اكتب او اسمي اللير او الديتابيس بتاعتي بالعربي. تمام? وتجنب ايه كمان? اتجنب الباس الطويل. يعني ايه? يعني ما حطش فولدر بقوة فولدر جوا فولدر. الاقي الباس بتاعي طويل جدا. احيانا برضو ممكن اجا استخدم الارك جايس ان انا نعمل رانجي تول مثلا. فالتول دي ما تطباش بسبب ان الباس الطويل. فلو خدت الديتابيس بتاعتي وحطيتها على فولدر مثلا على طول على الديستوب او على الدرايف. الاقي التول بتاعتي اشتغل بتاعتي. فنتجنب مع الارك جايس الحروف اللي بالعربي. نتجنب الباس الطويل. تمام? احنا كده انشأنا ايه? انشأنا الجيو داتابيس. لسه فاضية ما فيش تحتها اي حاجة. طيب الخطوة اللي بعدها هعمل ايه? هعمل right click من عليها. واختار new feature data set. طيب ال feature data set دي هسميها ايه? هسميها مسلا كايرو. ليه? عشان انا هرسم على الصورة الفضائية. ده احنا شفنا من الصورة الفضائية ده. آآ منطقة المهندسين في القاهرة. يعني حتة من الزمالك وحتة مهندسين. تمام? معقول ناكست. طيب هنا بيسألني اهم سؤال. اللي عشانه اصلا اتعاملت الجيو ال feature data set دي. اللي هو ايه? ايه هو ال coordinate system اللي انت هتتعامل معاه جوه ال feature data set دي. تمام? طيب انا كنت مسبقا الصورة الفضائية اللي انا هرسمنا عليها كانت الارجال الجهورفي بتاعها او ال coordinate system بتاعها كان UTM WGS 84 زون 36. يبقى انا لازم آآ طالما هرسم على الصورة دي اروح برضو اعمل نفس الارجال الجهورفي ده او ال coordinate system ده لل database بتاعتي او لل feature data set بتاعتي. تمام? في ايه ما هدخل manual. ابتدأ اختار UTM زون 36 وهكزا. وازبط عليه feature data set دي. ايه ما عندي اختيار اسهل من كده. ان انا اعمل حاجة اسمها import. import يعني ايه? يعني يعمل لي ارجاع جهورفي او coordinate system شبه اللي انا هروح اشاول عليه ده. فانا هروح اعمل import منين بقى? import من السورة الفضائية. فاول ما هامل عليها select. وبعدين end. ايه اللي يحصل? هيبتدي الواحد ويعرف ان انا coordinate system اللي عايز اتعامل معيه هو UTM WGS84 زون 36N. تمام كده? وهدوس next. اه هنا مش هعمل اي حاجة next next finish. خلاص كده? يبقى تاني. احنا عملنا ايه في ال feature data set دي? بدنا ننشئها وافترضنا لها اسم tyro. وال coordinate system اللي هنتعامل اه اه بيه في ال feature data set دي هو UTM زون 36N. تمام كده? انا كده خلصت الخطوة التانية. اللي هي ايه? اللي هي ان انا بنيت feature data set. طيب جوة feature data set دي هبتدي اعمل ايه بقى? هبتدي ابني ال layers بتاعتي او feature classes. تمام كده? فاعمل ايه? هروح اعمل right click جوة ال data set. واقول new. وابتدي هنا اختار حاجة اسمها feature class. احنا اتفقنا ان احنا هنبتدي اه على سبيل مثال. طبعا الترتيب مش اه يعني مش ضروري. بس احنا اتفقنا ان احنا هنبدأ نشيء layer بتاعة ال road وبعدين البلدينج وبعدين خلاص كده? طيب في ال name هحط اسم layer بتاعتي. فساميها ايه? اكيد اه ساميها road. تمام? طيب نوعها ايه? line ولا point ولا polygon مانناش دعو بالتحت دلوقتي. خلاص? انا بشتغل في ايه يا line يا point يا polygon. واتفقنا ان اللير بتاعة ال road دي هيبقى نوعها ايه? هيبقى نوعها line. يبقى انا هنا هاختار line feature. وهو عنسة اعمل الخطوة دي. ليه? لان ال default بتاع البرنامج على polygon. بعد ما هخلص اللير وعمل لها finish هكتشف ان انا انشأت layer من نوع polygon مش من نوع line. طيب ايه الحل فيها? خلاص انا طالما انشأتها وعملت فين. تمام? طيب اللير طالما انشأت انها نوعها polygon. يبقى انا ما ينفعش ارسم طبعا اكيد فيها line. هلاقي نفسي مقبر ان انا ارسم فيها شكل ال polygon بس. تمام? باخد بالي ان انا احط اسم layer. وابتدى اختار من هنا. ما روحش على طول على next. من غير ما اختار type بتاع feature class بتاعتي. خلاص? وطاعتها احنا اختارنا ايه? اختارنا ان هي تبقى align features. واقول next. خلاص? طيب. هنا بقى هبتدي انشأ الفيلس اللي احنا اتفقنا عليهم ان انا هافترضهم لرود. خلاص كده. كل خلية من دول بريكورد. اه بسوري بفلد. خلاص? احنا هنا ما مش في الاركي كتالوج مش بنشوف الريكورد خالص. ريكورد اللي هي صفوف. تمام? انا هنا ما بقى في الاركي كتالوج انا بعمل design للتابل. يعني ايه? يعني ببني الهايكل بتاع الجدول. يبقى اذا انا مش هتعامل هنا مع الريكورد خالص. انا هنا بنشأ الفيلد اسمه ايه? ونوعه ايه? تمام? اما اللي انا هشوف الريكورد امتى? الريكورد دي هتظهر لما تعامل مع اللير دي. جوه الارك ماب. ايه اللي هيحصل? اللي هيحصل ان انا كل ما هرسم line هيبتدي يتخلق له ريكورد. خلاص? هنشأ اللاين من هنا هرسم يعني? فكل line او feature هيترسم هيزهر قصاده في الريكورد بتاعه. يبقى الريكورد ده بتاع اللاين ده فقط لغير. تمام كده? كلام ده هنعرفه لسه المرة الجاي. بس انا يهم مني نعرف هنا ان انا ايه? انا هنا مش هتعامل مع مش معنى ان الشكل هنا بالعرض ان ده لا انا هنا هتعامل مع اسم الفيد ونوه فقط لغير. بتاعته. تمام? طيب اتفقنا ان احنا هيبقى معانا. اول فيلد للرود هو اسمه ايه? اسمه name. فهرتدي اكتب ان الفيلد name اسمه name. طيب ال data type بتاعتهم. عندنا اكتر من type. يعني ايه شكل البيان اللي هيدخل في الفيلد ده? short انواع دي. short integer long integer و float و double بيتعاملوا مع الارقوم. يعني ايه? يعني ما ينفعش اكتب فيهم حروف. البيان اللي هيدخل. لو انا انشأت اه في اربع اه الاربع انواع دول. يبقى انا كده ما اقدرش اكتب جوه الفيلد ده غير رقم. ما ينفعش اكتب فيه حروف. تمام? طيب الشورت وال long integer يعني انا بتعامل مع ارقام صحيحة. يعني مش هينفع اكتب العلامة العشرية. فلو قلنا انا عايز ادخلها في الفيلد ده فيها آآ علامة عشرية. يعني مسلا عرض الشارع آآ استو لقيتو عشرة متر وتلاتة من عشر. طالما فيه كسر او طالما فيه علامة عشرية. عايز ادخل ما بعد العلامة. لو انا كنت انشأت بتاعة الفيلد ده short or long integer يبقى هو مش هيقبل العلامة العشرية. تمام? هو هنا بيتعامل مع الارقام الصحية فقط لغيره. تمام? الشورت integer بيقبل لغاية اربع خانية. يعني لغاية الالفات. long integer بيقبل لغاية اتساع حانية. تمام? يبقى انا لو هتعامل مع ارقام ملايين مسلا. الفاليو اللي هدخلها في الفيلد ده مليون مسلا. يبقى انا لازم احط آآ آآ اخلي بتاعته long integer. لو عملت short integer هكتب الخانة الخامسة مش هيقبل. تمام? طيب اما الايه? الفلوت والدبل? الفلوت والدبل هم المسموحين بالكتابة العلامة العشرية. خلاص? بس ما هم بيسمحوا بالعلامة العشرية بس لو حطيت رقم صحيح مش هيقولي لأ. خلاص كده? يبقى الاشمل منهم الفلوت والدبل لان هو هيتعامل مع الرقم الصحيح وهيتعامل مع الرقم العشر. مفيش اي مشكلة. خلاص? طيب التكست? التكست هو معمول عشان يتحط في حروف. بيقبل ارقام برضو. تمام? يبقى الاشمل منهم ايه التكست? التكست بيقبل حروف وارقام. طيب الديت? الديت يبقى انا هتعامل مع يوم شهر سبع. تمام? لازم الشكل الحاجة او شكل اللي هدخلها ان انا بتعامل مع ديت فقط لغير. تمام كده? طيب يبقى كده انا بتعامل مع اسم الشارع. اسم الشارع الداتا طيب بتاعته ايه? اكيد هتبقى تكست. خلاص? يبقى انا هنا كده سجلت ان انا انشأت فلد اسمه والداتا طيب بتاعته هتكون تكست. طيب الفلد اللي بعده هقول مسلا عرض الشارع الويتس. تمام? طيب وانا بقيس عرض الشارع في الغالب الارقام اللي هتظهر معي فيها ارقام عشرية. يبقى انا اكيد بتعامل مع ايه? مع فلوت او دابل. تمام? وليقول ان انا اختار ان انا هتعامل مع فلوت. طيب محتاجين ليعرف ايه تاني عن الشارع? محتاجين ليعرف الطيب. طيب نوع الشارع ده ايه? نوع الشارع ده هيبقى تكست. مؤقتا. عشان احنا لسه اه مبتدئين. بعد كده هنعرف ان انا اه بالنمج الارق جائز بيسمح لي اه ان انا عمل حاجة اسمها ساب طيب ودمين. بس لسه طبعا عشان نتعامل معهم خالص في المستوى اللي احنا فيه دلوقتي. بس هو المفروض الصح. عشان برضو نبقى عارفيني ان انا طبعا انا عندي حصر مصابق بنوع البيانات اللي هيدخل. تكست دي تصلح لاسم الشارع. ليه? كل شارع هيبقى ليه اسم جديد اكيد بالتبعية. تمام? فدي هعمله تكست. لكن الطيب بتاع الشارع انا مسلا عندي خمس انواع للشوارع هتعامل معهم في المنطقة بتاعتي. يعني انا مسبقا عارف الخمس انواع اللي هتعامل مش هتفاجئ بنوع سادس. خلاص يبقى ابدا ما سيبها تكست. واخلي اليوزر كل مرة يكتب بايده النوع بتاع الشارع ازا كان او لا انا هعمله زي كده هيختار منه. تمام? بس طبعا احنا في وقتنا الحالة عشان احنا لسا مبتدين مش هنتعامل مع ال subtype والdomain. فمؤقتا هنكتب هنعمل الفلد بتاع الطيب no text. مؤقتا فقط لليل. تمام? اه ممكن نقول تمام احنا عايزين نعرف الماتيريا بتاعت الشارع. طيب ال data type بتاعتها ايه? ال data type بتاعتها text. تمام? خلاص هنكتفي بهذا القادر بان احنا خلاص دي كده اللي احنا عايزين نعرفها او ده design the attribute table بتاع اللير بتاعت ال road. خلاص كده? خلصنا كده هنعمل ايه? هنعمل finish. هيبتدي ايه اللي يحصل? هيبتدي. خلاص اللير بتاعت ال roads ابتدت تنشأ وتنزل ال feature data set اللي اسمها كايرو. طيب افرض مسلا ان انا كان فيه فلد جديد محتاج ان انا اضيفه نسيته. طيب انا هعمل ايه? لها حل اه طبعا لها حل. هنعمل write click على ال layer properties. هندخل على ال tab اللي اسمها fields. ونبتدي ننشئ الفلد الجديد اللي احنا محتاجينه. ونختار ال data type بتاعته. ونقول اوكي. تمام? وبالمثل ازا حبيت ان انا اعمل delete الفلد. كنت حطيته بالغلط وعايزين نشيله. هندخل بنفس الطريقة. right click properties. نبتدي نعمل select للفلد ده. ونعمله delete من الكيبورد. وندوس اوكي. كمان كده. لحد كده نوقف التمرين ونسيب مسلا نقول قد ادي عشر دقائق مسلا. الناس تعمل design بسيط للdatابيس زي ما احنا عملنا عشان نكمل بقية ال layers. اه تمام يلا نبدأ. خلاص المفروض كده ان نكون عملنا اه تمنيين لغاية كده الخطوات اللي انا عملتها. اه بالنسبة للاسؤال اللي هو بتاع الفرق بين الفلوت والدبل. اه زي بزبط الفرق بين ال short integer و long integer. اه احنا قلنا short و long integer بتعاملوا مع الارقام الصحيحة بس الفرق في ان ال long integer بيقبل عدد ارقام عمر. اه كذلك الفلوت والدبل. الاتنين بتعاملوا مع الارقام العشرية بس ال double بقى الارقام اكتر. تمام كده? نعم نزبه للسؤال بقى الفرق بين الفلوت والضبط. خلاص? آآ نكمل بقى بقيت التمرين بتاعنا. احنا كده كل اللي عملناه احنا انشأنا آآ جيو داتا بيس. وانشأنا تحتها الفيتشر داتا سيت. وزبطناها بتاعها على يو تي ام آآ 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 زون وخلاص كتبنا البيانات الوصفية او انشأنا الجدول اللي هنحط فيه البيانات الوصفية. تمام? هنبتدي ننشئ تاني دير بقى اللي هي اللي بتاعت البلدينج. هعمل ايه? هعمل رايت كليك على الفيتشر داتا سيت. خلاص? وهعمل نيو برضا. نيو فيتشر كلاس. هبتدي اديها الاسم بتاعها اللي هو ايه? اللي هو بلدينج. تمام كده? الطايف بتاعها ايه? الطايف بتاعها بوليجون. احنا عايزين نمثل المباني بشكل بوليجون. تمام? ونقول نيكست. طيب ايه الفيلدات آآ المطلوبة آآ نعبر بيها البيانات الوصفية المخصصة اللي هي بتاعت البلدينج. هنقوم برقام المبنى. مثلا. هنشئ فيلد آآ اسمه آآ نمبر. طيب الداتا طايف بتاعته ايه? بتاعته هنقول ان هي انسب حاجة لها شورت انتجر. ايه? لان اكيد انا مش هنشئ آآ مش هقول رقم المبنى مفيش رقم مبنى في رقم عشر. تمام? ودايما ارقام المباني بتبقى صغيرة. يعني بتبقى لغاية الافات. اوكي? فالانسب لها شورت انتجر. طب انا مسلا آآ ارقام المباني في المنطقة آآ اكتر من اربع ارقام خلاص يبيحكين في اللونج انتجر. ان انا اعمله آآ تمام كده? طيب الا استخدام المبنى مسلا. خلاص. آآ مبنى سكني تجاري اتجاري. تمام? هنقول ان هو بتاعته خلاص? برضو زي ما اتفعله مؤقتا. صح من كده ان انا طبعا هيبقى عندي حصر مسبق للبالز اللي هتدخل. يبقى انا بنشئها على شكل اصاب طيب او دومين. تمام كده? طيب ايه تاني? تمام وساعتها اختار مسلا ان هو يبقى ضابي لان اكيد هحتاج ان انا يبقى معايا ارقام عشرية. تمام? خلينا نكتفي ببعض القطر عشان ما نزويت يعني الزيادة ملهاش معنا. احنا بس كده بنعرف ايه الفلدات اللي احنا هنبنيها وهيبقى شكلها ايه? تمام? ونقول finish. طبعا هو هنا حاس ان النمبر دي المفروض يبقى بعدية underscore فهلس هو هيفترض لها الواحده النمبر underscore. تمام كده? يبقى انا كده انشأت layer كمان اسمها building sync ونقوها polygon. وانشأنا كمان الفلدات اللي احنا عايزين نوصف بيها layer بتاعت البالينج. تمام? طيب عايزين ننشئ layer كمان للrealway مثلا. تمام? يبقى انا هعمل ايه? right click على feature data set. وهقول new feature clause. انا سميها yellow way. ابنوها ايه? ابنوها line. next. طيب هانشأ مسلا فلد اسم النيه عشانك في اسم خط السكة الحديث ده. وايبقى نوها text. تمام? هقول finish. طيب محتاجين layer ايه كمان معانا? محتاج ايه layer للاند مارك? يبقى انا هروح على feature data set. وهامل new. feature clause جديدة. وهسميها لاند مارك. نوها ايه المرة دي? اركز ان انا خلي نوها point feature. وهقول next. تمام? طب محتاجين نوصف layer تاعت الاند مارك دي بايه? نقول اسم الاند مارك نفسها. اقول name. نوها ايه? نوها text. تمام? محتاجين ايه كمان? محتاجين type بتاع الاند مارك دي. يعني هي تجاري صناعي اداري استخدام ديني. تمام? يبقى انا هنا هيبقى معي field اسمه type. مؤقتا برضو زي ما اتفقنا هعمله text. تمام? واقول finish. اه يبقى احنا كده بشكل مبسط انشأنا اللي احنا هنتعابل معها جوه الارتماد. يبقى الخطوة تانية. الخطوة اللي انا بعملها دي. ان انا بعمل من جوه الارتماد. ليه? عشان انا كده ببني قاعدة البيانات اللي هستخدمها في تخزين البيانات. لحين اتداء الخطوة او المرحلة اللي بعد كده. اللي هو انا هضيف اللي انا انشأتها دي جوه برنامج عشان ابتدي اعمل وبتدي اعمل ادخال البيانات الموجودة في الجوة بتاع كل تمام كده? يبقى احنا كده في الارتكاتلوج عملنا ايه? بنعمل ديزاين للجيو داتا بيس فقط لغير. اي شكل من اشكال اليديتينج او الديجيطايزينج ده ما بيحصلش جوه الارتكاتلوج ده هيحصل جوه الارتكاتلوج. تمام كده? اه نسيب مسلا اه 8 دقائق مسلا. اه نبتدي ننشئ فيهم بقية التلاتة لير دول. ونخلصهم بعدين يبتدي نشتع. اه طيب يا جماعة احنا المفروض كده خلصنا وقت التمرين. هنعمل بس مراجعة سريعة كده عن الجزء الخاص بالديزاين الجيو داتا بيس. احنا اتفقنا ان احنا انشأنا فولدر. على الديستو. ومن جوه الفولدر ده عملنا نيو بيرسنال جيو داتا بيس. وسميناها تست كايرو. بعد ما انشأناها عملنا جواها نيو فيتشر داتا سيت. وساعدها انشأنا الفيتشر داتا سيت باسمها كايرو. واخترنا ان الكوردنيات سيست بتاعها يبقى يوتي ام آآ ستة وتلاتين ام. بعد ما انشأناها عملنا رايت كريك نيو. واخترنا فيتشار كلاس. تمام? قررنا الموضوع ده اربع مرات. كل مرة فيهم بلاير مختلفة. واخترنا اسم اللير. اخترنا ان هو بتاع اللير. وايه الفيلز اللي احنا عايزين نوصف بيها اللير بتاع كل واحدة فيهم في الاتريبيوت تيبل بتاعهم. ده ملخص سريع كده. احنا كده بنين قاعدة بيانات بشكل مبسط بتقبل. هتقبل ان احنا نرسم عليها آآ على الجزء ده من السلطاقات امرجي اللي احنا عرضناه من شوية. تمام كده? آآ احنا كده يعتبر خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة. آآ هندي بقى الوقت اللي باقي للأسئلة. آآ الاول بس نبدأ بالأسئلة آآ الناس اللي وقت في مشاكل وهي بتعمل التمرينة. خلاص? هنبدأ الاول بأسئلة المشاكل الناس اللي وجهتها مشاكل وهي بتعمل التمرينة. عشان نجاوب على مشكلة كل واحد فيهم. بعد ما نخلص الناس دول نبتدي ندخل في الناس اللي عندها أسئلة. ما عندهش مشاكل بس عندها أسئلة بتخص الجزئية بتاعت الدزاين بتاعت جيرو داتا بيس. لو خلصناها متبقى وقت نبتدي ناخد الأسئلة العامة بقى. كل حد عايز يسأل حاجة في الجائس عامة. آآ هل يمكننا استخدام جائس في 10.2? آآ 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 او تمام ما فيش اي مشكلة. احنا يعني كل كل فرجن يعني مثلا فرجن اه 10. بالحاجات اللي التحتية. 10.1.10.2.3.4.5 كل دون ما بيفرقوش كتير. فعادي جدا ممكن نستخدم اي فرجن من عيدة 12. مافيش اي مشكلة. لكن لو لسا عندنا طمان هو مفروض يعني ما حدش لسا بيستخدم 9. بس من 9 لتن لأ فرقة كتير. يعني فرقة شكل الانترفيز جامد. فلا تمام المفروض ان احنا بنشتغل باي حاجة من عيلة عشرة. بش مهندس احمد. السلام عليكم مساء الخير. عليكم السلام. عليكم مهندسة. يا بش مهندسة والله استفيدنا جدا من الجميع. الله يكريمك الله يكريمك. انا صراحة يعني عندي سؤال بس ما في التطبيق الان فكنت صابر لحد ما احد يسأل لكن شكله ما في حد اسأل. تمام. بالنسبة للصورة الجوية يعني مسلا انا لو داير نزل صورة مسلا لاي منطقة. الطريقة هنزل بها كيف يعني انا ما داير مسلا تكون هي موجودة. يدونيها في فلاش او تكون في الكلاود ولا في حاجة واستخدمها. لا. داير اعرف الطريقة من الارك اه كيف انا اجدر انزل اه صورة لمنطقة معينة. تمام. هو يعني احنا عندنا اه حل من اتنين. هو اولا صورة اللي انا عرضتها. هي صورة موجودة عندي على الهارد وهنا بفتحها. تمام? فدي المفروض ان الطريقة النورمال في استخدامنا للساترائي تاني. تمام? عندنا حل تاني. اه ان انا اقدر بس يبقى معايا نت. ان انا عندي اه اطبعا كنكت بالنت بتاعي وعندي حاجة اسمها add base map. تمام? اه هو هيديني اكتر من اختيار. هلا انت عايز imagery ولا عايز مثلا street map ولا عايز typographic map. ايا كان هي صورة للعالم كله for free. بس لازم تبقى الاول connect بالنت. يعني لو انت مش connect بالنت هتلاقي دول dimmed كده مش اكتف. طبعا بما اننا احنا فاتحين نت فاردي مستخدمين نت فاردي مستخدمين نت فاردي تقيلة شوية. تمام? على ما يظهر المفروض هيظر قدامي اكتر من الاختيار فهتبتدي تختار مسلا انت عايز تعرض الصورة اللي عندك نوعها imagery وتبتدي تشتغل بها وتعرضها زي ما احنا عارضين بالزبط الصورة الفضائية دي. طيب مشكلتها ايه? مشكلتها ان انا لازم ابقى الاول متصل بالنت. كمان? ايه ولا? مع كل حركة اعملها الدنيا تبقى تقيلة. طبعا باب يتوقف على صورة النت عندك. انا الان ظهرت معي كم صورة. ظهرت معي imagery, imagery with labels, street, topography, national geografic. كتير من الصور ظهرت معي. اوكي. لو انت حراكة عايز تظهر صورة زي اللي انا عامناها دي. يبقى حراكة هتنزل imagery اللي هو اول اختيار. تمام? وهتنزل معيك. بس تبقى وطبعا تقدر تعمل زوم على الان كان اللي انت عايز تشتغل فيه وتشتغل دعم digitizing عادي جدا زي ما انا هتعامل مع الصورة دي. بس مشكلتها ان مهما كان صورة النت عندك برضو انت عاللوقتي بتكونكت عن نت فكل حركة بتعمله هو بروح يعمل كأنه بيعمل داونلود للصورة يعني ظاهريا. طيب اللوكيشن احدده كيف يعني بيختاره هو ايتوماتيك من حسب الحفل. لا لا هو هو المفروض بينزل لك الصورة للعالم كله انت بتعمل زوم على المنطقة اللي انت عايز. اوكي اوكي. تمام? الا لو انت عندك data مسبقة يعني مسلا لو انا كنت هنا ضيفة ال data مسلا بتاعت الروت بتاعتنا بتاعت مصر. وعننا زوم على منطقة معينة هو هينزل على نفس الزوم اللي انا وقف عليه. تمام? اوكي واضح. دا اول حل. دا اول حل. الحل التاني ان احنا فيه برامج معينة كده ممكن تعمل عليها على النت بتعمل داونلود للصورة الفضائية يعني فيه برامج معينة يعني لو حياك بعدتنا بس روصلها بقى اولك على اخطر من مصر. تمام? بس طبع ان انت بتعمل بتحاول تعمل داونلود يعني انت بتختار بالاول بتحدد الاريا اللي انت عايز تعمل داونلود. وكل ما كبلت الاريا دي كل ما كان هتحتاج وقت اطول وساز اكتر للسرع اللي هتنزل. تمام? اوكي تمام تمام. واضح. دا حل. واضح. واضح. مشكورة يا باشمالي سيشوفران جزيلا. العفو علي فتنا عفو علي. ما لش انا عفلت الشات. تمام? السؤال بس بتاع الفرق بين الارك جاي اس 10.3 وارك برو. هو بس الارك برو دا احدث اصدار لبرنامج الارك جاي اس. يعني خلاص برنامج الارك جاي اس العادي. اخر اصدار الحديث لبرنامج الارك جاي اس العادي. بس اه اختلف طبعا شكل الانترفيس جامد جدا عن يعني شكل بتاع الانترفيس دا اللي احنا متعودين عليه. طبعا الكنسبت ما تغيرش اكيد. بس شكل الانترفيس اختلف عنه عن برنامج الارك جاي اس برو. بس هو دا الفرق. في سؤال بيقول اه احنا ليس استخدمنا البرسونال ام دي بي. تمام هو هو احنا عندنا نوعين من قؤاد البيانات اه برسونال جيو داتا بيز وفايل جيو داتا بيز. الكرياشن فيهم التولز اللي فيها ما بتختلفش اطلاقها سواء استخدمت ده او ده. لكن الفرق بينهم بيبقى فرق في يعني مسلا البرسونال جيو داتا بيز دي حجمها لغاية اثنين جيجا. لكن الفايل جيو داتا بيز دي on limit. يعني لو انا المشروع اللي انا هشتغل عليه بيجي سايز تاتو كبيرة. يعني حجم المشروع داتا اللي انا هستخدمها كتيرا. فالافضل ان انا استخدم فايل جيو داتا بيز. كمان لو انا عايز بعد كده فايل داتا بيز بتاعتي دي عملها ابلود على السيرفر. فالمفروض ان هي يكون نوعها فايل جيو داتا بيز. البرسونال جيو داتا بيز مش هينفرط رفع على السيرفر. في فرق في البرسونال جيو داتا بيز الاكسنشن بتاعها mdb. لكن الفايل جيو داتا بيز الاكسنشن بتاعها gdb. تمام ده كده الفرق بالنسبة للشكل. ليه بان اختارت برسونال جيو داتا بيز. لان احنا طبعا بنعمل سامبل حاجة بسيطة كده. اعكيد مش محتاجين سايز كبير مش هنرفعها كده بالسيرفر. طبعا لو كنت عملت آآ آآ فيجي برضو مكاتشة تيفرق. يعني سنقصد ان احنا مش محتاجين حاجة بتاعها كبير ولا هنرفعها السيرفر. فالاختيار الافضل في الحالة دي هو سؤال تاني بيقول هو ليه عملنا الطريق كخط آآ رغم انه لها عرض كبير مش عملناه بولوجون. هو المفروض المتعرف عليه ان احنا بنعمل الروتز. لان في الآخر انا الهدف بتاعي الكونسبت المفروض طبعا انه الروت ده بيبقى عبارة عن نيتورك مفيش حاجة اسمها نيتورك البوليكون البيتعمل عشان المساحات. طبعا احنا بعد كده احنا طبعا واحنا بنعمل الديزاين للداتابيس بتاعتنا بنبقى بصين على المرحلة بعد إنتاج البيانات وهي مرحلة الأنالسز فانا المفروض ان انا لو هعمل أنالسز للروت ده انا هعمل عليه حاجة اسمها network analysis اللي هو ان انا عايزة اخد التراكات من الرود ده والتراكات مش بتمشي على البوليجون التراكات بتعمل المسارات يعني لانا عايزة اروح من النقطة دي للنقطة دي هي لازم المسار بيمشي على لين مش على بوليجون فما ينفعش ان انا لو هدخل في مرحلة الأنالسز ان انا عاملها بشكل line طيب في بعض المشاريع بتبقى محتاجة العرض بتاع الطريق لا اخلاص انا ايس العرض بتاع الطريق يعني مساحه هو نازل الريدي هو بينزل عشان يجيب لي اسم الطريق وبيجيب لي حالة الطريق والماتيريال وكل حاجة فبالمرة هاتخط له منه العرض بتاع الطريق وهدخله كرقم يعني مش هعمل بوليجون عشان ايسم به لا انا هدخله كرقم تقريبا في سؤال بيقول هو مش الافضل ان احنا نستخدم فايل جيو داتا بيز عن البرسونل لان الداة بتظهر على الجهاز مش مشفرة انا مش فاهم يعني هي بتظهر على الجهاز مش مشفرة بس اا يعني انا قلت الفروقات اللي ما بين البرسونل والفايل ان احنا اا انا هستخدم فايل امتى لو انا هرفع على السيرفر او لو الداة اللي انا هشتغل فيها حجمها كبيرة تمام? اا اا طبعا لما الداة بيز على السيرفر بتسمح يعني بتبقى مالتي يوزر يعني اخطر من يوزر يقدروا يدخلوا على نفس الداة بيز يميلوا اديتنج فيها لكن البرسونل جيه داتا بيز هي من اسمها بيرسونل يعني بتفتح ليوزر واحد فقط لا غير هو بس اللي يشتغل عليها تمام? دي بدي الفروقات اللي اللي عشانها عندنا نوين دول لكن انا انا بس عمش هارف يعني ايه بتظهر مشفرة دي هل ممكن استخدام ارك برنامج ارك ماب تين بوينتو او انا انا رضيت على السؤال ده وساعتها قلنا ان احنا اي حاجة من عيلة ارك تبناتين فعلا مفيش بينهم فروقات اا يعني جوهرية كلها حاجات لا اشغال عادي مش تفرق معنا رقم البرج في سؤال بيقول اا ممكن اعرف الفرق ما بين ال Geographic and Projected Coordinated System طيب وهو يعني الاجابة على السؤال ده يعني محتاجة لمحظرة كاملة بس خلينا نقول ان انا في ال Geographic انا بتعامل مع يعني باختصار بس كده عشان جات السؤال ده فعلا طويلة انا في Geographic Coordinated System اللي هو النظام الاحداثيات الجهرافي انا عندي نوعين من انظمة الاحداثيات نظام احداثيات الجهرافي او Geographic Coordinated System وعندي حاجة تانية Projected Coordinated System او نظام احداثيات موسقط او بنسميه احيانا Map Projection باختصار الفرق من اتنين ان انا في ال Geographic بتعامل مع سطح القروي يبقى الارايات بتاعت الاحداثيات هتجيلي على شكل degree minute second او على شكل decimal degree تمام لكن الارايات اللي بتجيلي من نظام الاحداثيات الموسقط بتجيلي على شكل X-Y يعني رقم على مشاريع رقم تاني ده ده شكل الارايات لكن طبعا في في يعني شرحي طول بس يعني خلائنا نقول ان اجابة السؤال ده محتاجة محاضرة خلائنا ده ده كده اجابة السؤال بشكل سريع يعني نفسك نعم في اسئلة تانيةrun شواندس وفي سؤال مش فعمل كتابه هو تقريبا هو هل في ربط او هل بين طريقة النقلم تقريبا ما بين مش عارف بها هو يعني الart gifs سيئم سيفل 3D هو بيقول ممكن تشرحي لاحقا النقل من الاركجايز سيفل 3 يعني هو مش تخصصي سيفل 3D بس يعني احنا لسه قدامنا في الاركجايز ده الدنيا لسه طبيعية لسه بنيبتدي بثاني مهاضر بس انا شخصيا صراحا مش تخصصي سيفل 3D فانا كده كده ما يعرفش اشتغل علي على السيفل 3D انا بتاعت الاركجايز بس تمام بش مهندس ابراهيم نبيل ممكن حضرتك تفضل السلام عليكم بش مهندس حضرتك انتم انتبعوا بش مهندس الا احمد اللي هو ازاي مسلا تنزل تنزل من على الاركجايز فانا نزلت فمش عارف احفظ ازايها الجهاز عشان مسلا استخدمها في شغل بعد كده يعني لا هي هي دي انت كانت نزل ممتازة في المجال برضو فانتبعات دكتور جمع دهود وحتم طارق وقرات كتر من كاز مهندس في المجال ده وطلعت خرطتها بشكل ممتاز جدا يعني وحتى خطة 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 فيها رأي نفس كتير فانتبعوا كويس ازاي مسلا اندراتور من نفس وبردو طبعا شرح اندراتيك وانتبع كان دكتور احمد فاروق على المعرفة تمام في حاجات مسلا ممكن تطورها حاجة ازا كده عنه يعني ساعدني تسول عمله قدام او حاجات مسلا سيستم امش عليه تمام هو انت طالما حياتك بتقول ان انت يعني مشيت على مراحل لغاية ما تنتج خليطة يعني دي مرحلة حلوة جدا خاصة ان انت لسه طالب فانت بقى لو عايز تتطور نفسك في الخطوات اللي بعد كده ممكن تبتدي تدخل في الانالسس احنا زي ما انتفنا ان احنا عندنا تطبيقات كتيرة قوي انواق انالسس كتيرة قوي في الاركي جاي اس ممكن تمسكهم واحد واحد اشتغال عليهم ممكن تبتدي تفكر في الاركي جاي اس ممكن تبتدي تدخل في تراك الداتابيز لو ليك في البرمجة تقدر تدخل في البرمجة بس يعني خلي البرمجة اخر اختيار لان انت كده كده مؤهلك مش هيخليك ان انت تشتغل كمبرمج جايس يعني هو في الاخر مبرمج جايس هيبقى الناس يعني شركات الافضل بتختار مثلا خريج حد اصلا يكون مؤهر مبرمج يعني انتوا حاسبات معلوماته كده تمام؟ فيعني انا مش هتضعي وقت في سكة البرمجة يعني الاختيارات التانية افضل منها بس مفيش منها طبعا لو انت حابب انك تتزاود نفسك لكن انا اصد ان مؤهلك مش هيخليك انك تشتغل كمبرمج جايس تماما شكرا لحضرتك نا عفيفا السؤال بس هو المحضرات دي هترفها ان شاء الله على قراتة حضرتك على يوتيوب ولا ايب الزرف عشان مثلا في محضرة اول محضرة مش ربت احضرها بسروق السبب معين يعني فمش عارف ان شاء الله ممكن ادعى على يوتيوب وامش اول باول يعني او او باذن احنا في كل محاضرة ان شاء الله احنا بنسكد وواعين كدده الان شم Brandis هيرفعه عنده على المقابل وانا احبظه برضو عندي وارفعه على اليوتيوب على قناه اليوتيوب انا مش شكرا جده ان شمانứng وندا لا عرفو الفيديو اللي فات عن فكه المحاضرة التي فاتت انا رفعه على يوتيوب والواندهonos منزل عنده على المقابل يعني انا مش شكرا رب ان بالركحض��� انا عفع الآن سؤال بيقول أنا كله أربية قسم غرافيا وبحب المجال ده هل هو مقتصر على الأداب فقط؟ هو لا هو الجائس داخل في تخصات كتير جدا هو لا غنى عنه والطالب أداب قسم غرافيا يعني ده روح القسم غرافيا الحقيقة لكن ده ما يمنعش ان فيه تخصات تانية كتير قوية بتشتغل في الجائس وأصبح برضو حاجة جوهرية من نسبة لها كل أقسام كليات هندسة بيتعاملوا بالجائس الناس بتوع حاسبات ومعلومات بيشتغلوا بالجائس الناس بتوع علم جيولوجيا كل ده بيشتغلوا بالجائس الناس بتوع قليات تخطيط عمراني الناس مثلا يعني هو أي حد لي علاقة باللوكيشن أو شغله بيتعامل مع لوكيشن لا يقدر يستخدم جائس عادي هو مش مقتصر خالص على أداب قرافيا بس إيه سؤال بيقول لو لقدر الله ما تخصصتش نظم هل ده ممكن يأثر لو دخلت شعبة تخصص عام مش تخصص جي اي اس أو تخصص جي اي اس طبعا هو وضح ان السؤال ده من حد طالب في كس مغرافيا وطبعا كلية أداب كس مغرافيا فيها شعبتين شعبة عامة وشعبة جي اي اس أو في أحيانا كل جامعات تانية بيبقى فيها اسمها شعبة خرايط ومساحة عامة هو تكون ان انت خريك شعبة عامة أو خريك شعبة جي اس هو الفيصل في الآخر يعني اي شركة بيطلب ناس بتعمل تست اللي بيعدي من التست ده هو اللي بتقبل فأنا كصاحب شركة مش هيفري معايا انت خريك أداب كس مغرافيا شعبة عامة ولا شعبة خرايط ولا شعبة جي اس أنا كده كده انت بتتقدم بتقول ان انت بطرف تشتغل على الارك جي اس طبعا ما فيش شركات بطعبها لحد يعني سول عمل دلوقتي مليان ناس كتير بطرف جي اس فمش مطروح ان في شركة تاخد مثلا حد حديث التخرج يتعلم جوا الشركة عشان يشتغل والاوبشن ده مبقات مطروحة كلام ده لو كن احنا سول عمل مفهوش ناس كتيرة فتبطل الشركات ان هي تعلم ناس وتقبلهم لكن دلوقتي سو مليان فاحنا كده كده اي شركة الفيصل بالنسبان ان انا عامل لك تست عدت من الاختبار دوت خلاص انا هقبلك ساعتين انا مش هبص خلص لموضوع المؤهر فالهو الناس اللي شاب عامة ما تزعلش خالص هي بس تحاول ان هي تزاكر جي اس على قد ما تقدر تاخد كورسات نشوف اي وسيلة من وسائل التعليم وتزبط نفسها اهم حاجة ان هي تعدى من الاختبار وتعمله اي شركة لها اه بي سؤال بيقول انا لو كملت هل انا لو كملت جي اس ويب ديفلوبر اه فالناس هتدور على شهادتي برضو ولا انا فهم المجال والاولاء والسؤال يعني هو مش هونه انا الشركات بتفضل حاسمان اه يعني هو انا انا يعني انا كشركة هو اللي بيشتغل مبرمج جايس ده هو اصلا بيبقى مبرمج تمام وبعد كده بيبتدي تعلم ازاي برمج في بيئة الجايس لكن انا مثلا انا ما درستش برمغة فانا لسه هتعلم برمغة من قوله جديد عشان اوصل ازاي برمغ في الجائس يعني انا كشركة طب ما ناخد المبرمج جاهز المؤهل هو اصلا برمغة يعني هو سابق لأي حد غير مبرمج من هو دارس اربع سنين كاملين برمغة فهيبقى سهل بالنسبانه ان هو يرافي برمغ جوابية الجائس تمام يعني هو اي حد مبرمج هيرفي برمغ جوابية الجائس لكن بتاع الجائس الاسبيشياليست اكيد بالطبيعة لو هو مش درس برمغة مش عارف برمغة بس هو ده يعني معنى الرد بتاعي في سؤال بيقول هل في الكورس هناخد برمغة في الجائس لا طبعا احنا يعني احنا مش هنلاحق اصلا عن احنا بندرس البيزيكس تاعت الارك جائس طبعا اكيد مش هندخل في برمغة الجائس خالص في سؤال حديث التخرج ممكن يشتغل فين بحس انه ياخد خبرة او اي ايه الاماكن اللي ممكن تقبل حديث تخرج ما هو اماكن كتيرة ممكن تقبل اين اي حد حديث التخرج بشرط انه هو يكون بيارف يشتغل جائس هو ده الشرط انا في الشركة دلوقتي هتقبل حد ما بيارفش يشتغل جائس واو مرة يشوف البرنامج زي ما اتفقت ان سؤال عمل مليان ناس دلوقتي بيارفوا جائس انا كشركة اللي خلينا روح ااخد واحد وليس اعلمه طبعنا روح ااخد الجائس تمام فما بيفريش خالص موضوع ان حديث تخرج او مش حديث تخرج الفايصل بالنسبة لي انت بتفشتغل او لا لا في سؤال بيقول هي ايه البرامج اللي بنزل منها الصور انت ممكن تعمل معيش سيرش على النتر ان انا يعني هو فيه حاجة اسم استشماب يعني بص هو فيه برامة كتيرة فيه برنامج خليني ابعتلكه اسم وشان هو اسمه صعب الحقيقة ويعني تمام انا انا كده ده اسم البرنامج اللي الناس سألت عليه لي بيحمل صور فضائيه تمام البنامج ده جمع بس ردا على الناس اللي سألتني بخصوص ان احنا عايزين نحمل صور فضائيه لكن هو ده يعني احنا مش هنحتاجه في الكورس بتاعنا اطلاقه ده ردا بس على سؤال احد الزملاء لكن احنا يعني اللي مش عايز يحمله ما يحملوش احنا مش هنستخدمه اصلا في الكورس بتاعنا ده خالص تمام كده فيه بس حد سريعا بيسأل وده يعني اخر سؤال كده بيقول فيه مشكلة بين لوكيشن الصورة والداتا بتاعت البازماب اللي احنا رفعناها طيب هو بس انت دقق في الاختيار البازماب دي بتاعها مصر كلها تمام اللوكيشن الصورة ده جزء من حي في القاهرة فاكيد لو عملت دوم على الصورة هتلاقيها ان هي جزء صغير جدا واقع على الداتا بتاعت مصر تمام خلي بالك من النقطة دي الاتنين مش هينطبقوا على بعض الصورة الفضائية هتوقع في حتة صورة جدا من البيزماب تمام كده اخد بالك بس من النقطة دي اه في تكري كده شواندس كده اغطينا كل الاسئلة في سؤال بيقول الارك ماب بيغير نظام الاحداثيات في الاسفل على اليمين اه هو انت بتختار بتختار العرض بتاع داتا يعني طريقة العرض يعني انا هنا مختارين هو بالمتر تمام في المكان ده مفروض كده الشاشة باينة ولا ايه انا كده كده الارك ماب زهر تمام ايوة تمام تمام كده طيب احنا كده عاملين بتاعنا يطارد بالمتر طب لو انا مسلا عايز عرضه دي جري منت ساكندي انا هروح على الداتا فريم كده هاي تكليك بروبيرترس تمام من الديسبيلي بتاعي مدلا ما هو على متر هخليه مسلا دي جري منت ساكند تمام بس اصبح طريقة العرض بتاعي بيجيبلي الاحداثيات بشكل دي جري منت ساكند بس كده احنا اللي بنتحكم فيها بس من خلال الارك ماب تمام كده اغطينا كل الاسئلة حضرتك ممكن تضعيك تفضلي شوفنا على محاضرة المهارة طبعي طوفي للناس كلها معدسة معدسة اشتركوا في القناة